بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أبنائي وبنات طلاب في الجزء الثاني من إثراعات مادة الجغرافية انتهيت أنا وأنتم في الجزء الأول عند الوحدة الرابعة وأنا وأنتم في هذا الجزء نبتدئ بالوحدة الخامسة حيث نتحدث بإذن الله عن البحار المحيطات والأمواج وعملياتها وما ينتج عنها من مدن وجزر وأيضا ننتهي في هذه بتقويم الوحدة وأنا وأنتم تحدثنا وقمنا بحل التقويم المحدة سويا في هذا الدرس نتحدث فيه أو تعرفنا على دورة الماء ابتداء من التبخر إلى أن يرجع مرة أخرى ومن ثم أنواع المياه على سطح الأرض دورة المياه حينما يتحول الماء ممتازين إلى بخار ويعود مرة أخرى إلى سواء كان إلى الأنهار أو المياه الجوفية ماء بعد أن دار أو أكمل دورته المائية من ثم تعرفنا على أنواع المياه المياه المالحة والمياه العذبة وكم نسبتهما لبعضهما البعض وأنواع المياه العذبة الموجودة على سطح الأرض إذن أولها تعرفنا أنا وأنتم عن المياه العذبة ونسبتها والمياه المالحة ونسبتها وتعرفنا أيضا على أنواع المياه العذبة المياه المالحة تشمل متازين المحيطات والمحيطات الموجودة على سطح الأرض ممتدين بأكبرها المحيط الهادي ومنتأهين ممتازين أحسنتهم أيضاً أبناء وبناء الطلاب هذا جدل نوضح ترتيب المحيطات من الأكبر إلى الأصغر ومن ثم الخلجان والبحار منها البحار الداخلية والبحار المتوسطة وما يسمى بالبحار الهامشية ولها أمثلته ومن ثم انتقلنا إلى الأمواج والمد والجزر كما تذكرنا أبناء التي تذكرون أنه حينما ذكرنا وقلنا أن الأمواج والبحار في حالة حركة مستمرة لا تتوقف أبداً ولها مسبباتها ومن هذه الحركات الأمواج والأسباب والمؤثرات التي تؤثر على أمواج البحار والمحيطات ومن ثم تعرفنا على المد والجزر وكيف يحدث أو كيف تحدث هذه الحركة وأيضاً تعرفت أنا وأنتم على فوائد هذه الظاهرة ظاهرة المد والجزر وما ينتج عنها من تجديد المياه الموانئ مساعدة السفن مساعدة السفن الكبيرة هزالة الرواسب أيضاً إلى أمكانية استخدامها في توليد الطاقة الكهربائية وصيد الأسماك تلوث المياه العذبة والبحار أيضاً تحدثت أنا وأنتم وما هي أهم الملوثات وكيفية أبناء وبناء الطلاب تخلص من ذلك أيضاً هذه الرؤية المباركة رؤية 2030 لم تغفل الغلاف المائي وأهميته من خلال ما يسمى بالقطاع المياه المستدام الذي يوفر أبناء وبناء الطلاب أو تحدثت عنه الرؤية وهي استراتيجية ومن ضمنها ضمان الوصول المستمر للمياه أحسنتم وأيضاً تقديم الخدمات سواء كانت المياه ومياه الصرف الصحي والمحافظة على هذه الموارد ومن ثم انتقلت أنا وأنتم إلى الوحدة السادسة المكونة من مكونات الغلاف الجوي والحرارة والضغط الجوي والرياح ورطوب نسبية ومن ثم قمنا أنا وأنتم بحل تقويم هذه الوحدة في درسها الأول الدرس العشرون تعرفت أنا وأنتم على الغلاف الجوي وطبقات الغلاف الجوي والإشعاع الشمسي وحرارة الهواء إذن الغلاف الجوي ما هو الغلاف الممتازين هو غطاء سميك يحيط بالكرة الأرضية من جميع الاتجاهات ويبلغ سمكه عشرة آلاف ممتازين أحسنتم ومن ثم أنه ممتازين أحسنتم أبناء وبنات الطلاب ومن ثم تعرفت أنا وأنتم على أهم غازات الغلاف الجوي أولها النتروجين وهو أكبر نسبة والأكسجين وهو نسبته وباقي المكونات من بخار ماء وغازات أخرى وهي بما تمثل واحد بالمية طبقات الغلاف الجوي أولاها طبقة الغلاف الجوي السفلي التروبوسفير أحسنتم وهي التي تحدث فيها جميع التقلبات الجوية تحدث ومنها تعرفنا أنه كلما ارتفعنا وممتازين 150 مترا قلت ونقصت درجة الحرارة أحسنتم ومن ثم الطبقة التي تليها استراتوسفير وأيضا الطبقة الثالثة وطبقة الغلاف الجوي المتوسط الميزوسفير وطبقة الغلاف الجوي الحراري الثيرموسفير وطبقة الثيرموسفير أبنائه التي تصل درجة الحرارة فيها إلى 1000 درجة ممتازين أحسنتم إلى أعلى نقطة في هذه الطبقة الطبقة الرابعة طبقة الثيرموسفير تصل فيها درجة الحرارة إلى حدود الألف درجة مئوية وبالتحديد في أعلى هذه الطبقة وأخرى آخر هذه الطبقات طبقة الاكسوسفير التي بعد ذلك ندخل أو نكون قد تجاوزنا الغلاف الجوي دخلنا في الفضاء الخارجي الأشعة الشمسي وحرارة الهواء حيث عدت كما تعلمون وتذكرنا وتعرفنا أن الأشعة الشمسي مصدره ممتازين وما هي أنواع الأشعة حمراء أو تحت الحمراء والبنفسجية وفوق البنفسجية ومن ثم انتقلنا إلى الدرس الحادي والعشرون الحرارة والضغط الجوي وتأثير الحرارة على الضغط الجوي وكما ذكرنا أن أهم عنصر من عناصر المناخ هو الحرارة وكيفية وآلية تأثيره على بقية عناصر المناخ أيضا على آلية تسخين الهواء وتسخين الهواء على سطح الأرض وكيف يسخن من خلال الشمس ومن خلال الشعر من عكسه من باطن الأرض بالإضافة إلى ما تبثه الأرض من بطاقة شمسية أو شعار شمسي مختزن حرارة شمسية مختزنة يختلف وتعرفنا على اختلافات أو ما هي آلية اختلاف توزيع شعة الشمس من مكانين إلى آخر زاوية سقوط شعة الشمس طول النهار أيضا له تأثير أيضا اختلاف التضاريس من ارتفاع وانخفاض له تأثير أبناء وبنات الطلاب على توزيع شعة الشمس بالإضافة إلى صفاء الجو وتأثيره أبناء وبنات الطلاب على قوة الشعاع الشمسي المناطق الحرارية ممتازين حارة معتدلتين منطقتين باردتين وهذا توزيع مو كما ذكرت لكم أبناء وبنات الطلاب على الخارطة أو مصورة الذي أمامكم كيف يقاس درجة أو تقاس درجة حارات الهواء من خلال مقياسين مئوي وفهرنهيتي أبنائي وفهرنهيتي كلهما قياساني معتمداني ودول تعتمد المئوي ودول أخرى تعتمد الفهرنهيتي وكيف نستطيع أن نحول الفهرنهيتي إلى مئوي أو المئوي إلى فهرنهيتي الضغط الجوي وتعرفنا وعرفنا ما هو الضغط الجوي هو وزن عمود الهواء الواقع على أي منطقة من سطح الأرض إلى نهاية الغلاف الجوي هذا الوزن هو الضغط الجوي واختلاف الضغط الجوي وكيفية قياس الضغط الجوي أبناء وبناء الطلاب وما هي الأجهزة التي من خلالها نقيس الضغط الجوي لبارومتر الزئبقي البارومتر المفرغ وأيضا الباروغراف ما هي العوامل وتحدثنا عن ما هي العوامل التي بعد إذن الله وبعد أمر الله تتحكم في الضغط الجوي ممتازين أحسنتم وبخار الماء والارتفاع عن سطح البحر كلها أبناء وبناء تطلب لها تأثير بعد أمر الله على الضغط الجوي أيضا ما هي مناطق الضغط الجوي الدائمة ذكرناها لكم ومن ثم انتقلنا إلى الدرس الثاني والعشرون الرياح وعلاقة الرياح بالضغط الجوي وأنواع الرياح حينما تحدثنا عن الضغط الجوي وتأثيره أو تأثيره على الرياح وكيف نقيس الرياح سواء كان سرعتها أو اتجاه هبوبها لهما جهازان سرعة الرياح بجهاز الأنيمومتر واتجاهما بجهاز ما يطلق عليه دوارة الرياح أنواع الرياح دائمة موسمية محلية ورياح يومية كنسيم البري ونسيم البحر ونسيم الوادي ونسيم الجبل ومن ثم انتقلت أنا وأنتم إلى الرطوبة النسبية حيث تعرفنا على الرطوبة والتكثف وعلاقة الإنسان بالغلاف الجوي وما هي الرطوبة وما هي الرطوبة النسبية وكيف نقيس الرطوبة بأجهازتها سيكرومتر والهيروغراف التكثف وما هو التكثف ممتازين هو تحول بخار الماء من حالته غير المرئية إلى الحالة المرئية ما هي العوامل الممتازين برودة الهواء برودة غيرها انتقال الهواء من كان دافي إلى جهة باردة تساعد للتكثف أيضا انتقال رياحي الباردة برياح حارة أيضا تقابل التيارات البحرية هبوط الهواء لها دور في عمليات التكثف ما هي المظاهر التكثف لدينا جزئيتين ما دون نقطة الندى وما دون الصفر المئوي وما ينتج عنهما أبنائي وبناتي الطلاب وتحدثنا عن الأمطار وكيف تسقط الأمطار بإذن الله وما هي مقيس الأمطار أو كيف نقيس الأمطار وما هي أنواع الأمطار الصعودية وتضاريسية وأمطار جبهات أو مطار الأعاصير ما علاقة الإنسان بالغلاف الجوي ممتازين أنه أقرب ما لدينا أو أقرب أو قريب كقرب الهواف وهو موجود معنا في كل نفس ونحن منغمسون في هذا الغلاف فلابد أن نحرص تمام الحرص على هذا وتعرفنا أيضا أنا وأنتم على أهم الملوثات التي تلوث الغلاف الجوي وأهم أثار التلوث كالتساقط الحمضي والضباب الدخاني وأيضا زيادة غاز الكلورو فلور كربون الغلاف الجوي أيضا لم تغفل الرؤية المباركة عن الغلاف الجوي ومن ثم اتقلنا إلى الوحدة السابعة التي تحدثنا فيها عن الغلاف الحيوي أقالم السوائي ومداري أقلم صحروية ومحافظة على البيئة تعرفنا على مكونات الغلاف الحيوي أيضا العوامل المؤثرة في الغلاف أو العوامل المؤثرة في نمو النباتات وتوزيعها كالحرارة الضو أيضا الماء وندرته سواء كانت ندرته وكثافته التربة وتأثيرها التضاريس أيضا لها تأثير واضح على توزيع النباتات العوامل الجغرافية التي تتحكم بتوزيع بعد التدبير من الله سبحانه وتعالى في توزيع الحيوانات لدينا عدة عوامل النباتات ووجودها المناخ أيضا له تأثير واضح على حياة الحيوانات والتضاريس أيضا لها تأثير ومن ثم انتقلنا إلى الأقاليم الاستوائية والمدارية أين يقع الأقاليم الاستوائي ما هي مميزات هذا الأقاليم وماذا يتصف مناخيا طبعا ابناء وابناء الطلاب وما هي الميزات النباتية لهذا الأقاليم ومن ثم الحياة الحيوانية في هذا الأقاليم وانتقلنا بعد ذلك إلى الأقاليم المداري أين يقع فلكيا هذا الأقاليم مميزات المناخية النباتية أهم الحيوانات التي توجد في هذا الأقاليم ومن ثم الأقليم الموسمي بماذا يتميز مناخيا ونباتيا ومن ثم انتقلنا إلى الدرس السادس والعشرون الأقليم الصحراوية بماذا يتميز هذا الأقليم من خصائص وأنواع الصحاري أنواع الصحاري كما ذكرنا لكم حارة معتدلة وفاردة ما هي الصحاري الحارة وتعرفنا عليها وموقعها وميزاتها المناخية وأيضا الصحاري معتدلة والصحاري الباردة وموقعها أبنائي وبناتي الطلاب النباتات والحيوانات الصحراوية وما هي مميزاتها الحيوانات الموجودة في المناطق الصحراوية سواء كانت في الصحاري الباردة أو في الصحاري الحارة أو في الصحاري الحارة أو الباردة لكل منهما مميزاتها ومن ثم انتقلت وأنا وأنتم تعرفنا على المحافظة على البيئة أو الدرس السابع العشرون حيث تعرفنا أنا وأنتم على الجهود المباركة للمملكة العربية السعودية في المحافظة على البيئة منها حيث ابتدأت في جهود الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله إلى أن وصلنا في عهد هذا العهد الميمون العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده إلى أن اصطرت المحميات ونظام المحميات التي تكون من ست محميات تتكون منها أو تعمل على المحافظة على البيئة الحيوانية والنباتية ومن ثم انتقلنا إلى الوحدة الأخيرة وهي الوحدة الثامنة التي من تخلالها تعرفنا على الخرائط والتقنيات الحديثة التي دخلت لعلم الخرائط أبناء وابناء الطلاب أولاها كيف تطور هذا العلم وأثر المسلمون أبنائي على تقدم هذا العلم وأهمية الخرائط كيف تطور هذا العلم ابتداء من ما كان يخزونه الإنسان من ذاكرته إلى أن وصلنا إلى ما قام به المسلمون أبناء وابناء الطلاب من رسم للخريطة وهم أول من رسم الخريطة بالألوان التي ترمز للبحار واليابس أهمية الخريطة ما هي أهمية الخريطة وفوائدها ومن ثم انتقلنا إلى الدرس التاسع والعشرين عناصر الخريطة من عنوان ومقياس وأهمية العنوان والمقياس وهذه عناصر الخريطة عنوان الخريطة مفتاح الخريطة مقياس الرسم اتجاه الشمال إطار الخريطة هذه المقاييس وهذه المقاييس المعتمدة في خرائط المملكة العربية السعودية وهو المقياس الممتازين للمقياس الخطي ومن ثم انتقلنا إلى أيضا أحد عناصر الخريطة وهو المفتاح والإطار واتجاه الشمال وهمية المفتاح والإطار واتجاه الشمال ومن ثم انتقلنا إلى أنواع الخرائط حسب مقياس الرسم حسب الغرض حسب مقياس الرسم إلى ثلاثة أنواع وحسب الخرائط الغرض اللي رسمت من أجله إلى أن وصلنا إلى الخرائط العسكرية ومن ثم تعرفنا على كيف نمثل التضاريس على سطح نمثل التضاريس أو تضاريس سطح الأرض على الخريطة من خلال خطوط الكنتور وما هي خصائص خطوط الكنتور وكيف ترسم هذه الخطوط ما هي الخصائص طريقة رسمها أبناء أيضا تعرفنا عليها وأيضا تعرفنا على نظام تحديد المواقع العالمي جي بي اس من إحداثيات وتحديد مواقع ومساقط خرائط هذا النظام من نظام تحديد المواقع الجي بي اس حيث نستطيع أن نحدد أي موقع على سطح الأرض من خلال ممتازين أجهزة ملاحية وكيف بدأ هذا النظام ومتى بدأ ولدينا أيضا تعرفنا على المساقط الثلاثة نوع مسقط الستواني والمخروطي والمستوي ومن ثم انتقلنا إلى الدرس ما قبل الأخير وهو الار اس والاستشعار عن بعد وكيف تطور هذا العلم وارتباطه بالعلوم الأخرى وكيف يعملوا ما هي أدوات هذا العلم ومن ثم أنا وأنتم انتقلنا إلى الدرس الأخير نظم المعلومات الجغرافية الذي من خلاله تعرفنا على نظم المعلومات الجغرافية ومتى بدأ وما هي البرامج المتبعة والمستخدمة وما هي أو من يستفيد من هذه التطبيقات كمجال حصر الموار وانتاج خرائط ومجال الإدارة والتخطيط المعلومات الجغرافية وتعرفنا على أدوات هذه المعلومات أدوات نظام المعلومات الجغرافية الأجهزة البرامج الحسوبية البيانات والمعلومات ومصادر هذه البيانات والمعلومات وأيضا العنصر الأخير وهو المستخدم وهو الجانب الإنساني وتعرفت أنا وأنتم أيضا على اهتمام الرؤية ورؤية عشرين ثلاثين بتقنيات الخرائط الحديثة ومنها أبناء وبنات الطلاب ننهي درسنا لهذا اليوم شكرا ومقدرا لكم تفاعلكم نعتمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح